موضوع الهشاشة النفسية بدأ يزهد بشكل كبير قوي عشان أتكلم في موضوع الهشاشة النفسية أحب أتكلم من خلال أربع محاور المظاهر بتاعت THE HASHASHA النفسية ومعنى الهشاشة النفسية وأسبابها وعلاجها طيب معنى الهشاشة النفسية يعني زي ما هيك قلت كده حاجة ضعيفة ضعيفة يعني إيه ضعيفة؟ ضعيفة يعني ضعفة في التكوين النفسي عند الطفل فيه عندنا بناء نفسي البناء النفسي ده يا إما بنسميه الصلابة النفسية وده بيطلع شخص يقدر يتحمل الظروف والتغيرات والتكيف السريع والهشاشة النفسية أشبه بحاجة بنسميها يعني هو طبعاً هو حاجة يعني ممكن تتخضوا منها شوية اللي هي رقائك التلج يعني عارف أنت لما بتجيب التلج وبتبشره التلج بيبقى صلب قدامك صح؟ لما بتبشريه بيبقى هش خلاص بيدوب صح؟ فده تشبيه بمعنى أنه عتم القدرة على التكيف ولا التأقلب يعني زي ما تقولي إيه الطفل اللي بيعمل من الحبة أبا هنعرف ده في وساعات بنسميه كمان جيل التقنية يعني إيه جيل التقنية؟ هنعرفها في الأسباب التقنية اللي هي الموبايلات والآيباد والجيمز والألعاب الإلكترونية طيب ما ظاهروا إيه؟ أنا عرف زينا ابني ده عنده هشاشة نفسية هتلاقي عنده مفرط الحساسية شديد الحساسية يعني زي ما قلت بيعمل من الحبة أبا أي مشكلة صغيرة بيكبرها عنده تضخين المشاكل شخصانة الأمور يعني مثلا لو في المدرسة مثلا المدرسة مثلا بتتكلم وبتزعق أو كده يقولك ده المدرسة النهاردة استقصدتني كل الكلام ده متوجه لي أنا الافتقار العاطفي الافتقار العاطفي أنت هتلاقي أنه نحن بنعرف الموضوع ده في أولادنا بالعكس بقى اللي هو إيه؟ بتلاقيه يندفع عاطفياً اتجاه الأغراب يعني مثلا المدرسة التعلق الشديد بالمدرسين المدرسة زميله أو مثلا بنت متعليقة قوي بصاحبتها أو مثلا ما جالك ضيوف مثلا تلاقي مثلا ابنك رايح قاعد جنب الضيوف أو قاعد على رجلها الافتقار العاطفي وده بيعبر عنه بالمبالغة الشديدة في العاطف سدقين دي أسباب دي الأسباب السلوك القهري يعني إيه سلوك القهري؟ يعني إدمان اللعب الإلكتروني ده سلوك قهري هو الطفل بيعبر عنه كده عنده الكبار بيعبروا عنه مثلا بالشراحة في الأكل في إدمان المشتريات أي حاجة فيها سلوك قهري اشتركوا في القناة